يبقى لازم نعرف ان السلام مش مقتصر بس على منع الحرب السلام عمود كل مجال من مجالات الحياة اللي بنعيشها كل ما غلب السلام في شيء زادت فيه ايه؟ زادت فيه معدل السعادة والفرح والراحة وكل ما قلت غابت غاب السلام زادت معدلات الاكتئاب والقلق وقلت الرحمة والاضطراب الوجداني والعنف يبقى ايزا الانسان يصبح راسخا بمقدار ما فيه من السلام لدرجة ان بعض الناس في وقت كتير من حياتنا لما بيعيشوا بقى وبعضين بيضجوا من كتر المخالفات اللي بنعيشها للسلام بقيت غيطهم بس ان هو يعيش في سلام نفسي يقول لك كده انا عايز اعيش في سلام نفسي ولذلك ايه حاصل؟ الرجل اللي حضرت النبي صلى الله عليه وسلم قال سيدخل عليكم رجل من اهل الجنة فكرت ده تلت ايام وبعدين سيدنا عبد الله من عمر تربص لي وقعد مع تلت ايام فوجدوا عنده صفة واحدة بس قال لا انا وفي صدري شيء من احد السلام فالسلام هو اساس راحة الانسان وانسجامه مع كل شيء انسجامه مع الشرب انسجامه مع السماء انسجامه مع البحار انسجامه مع الجبال فعمود المواد ده والرحمة في البيت مثلا ما بين الزوجين هو السلام ان يبقى الشخص حاسس ان هو ان الزوج يبقى عايش مع شريكة حياته في سلام هي عايشة معا في سلام ولذلك فاول ما يدخل الصراع بين بين الزوجين تيجي بقى عواض الجفوة والجفاء وكمان الابتعاد والانشقاق وكمان يحصل بقى الشقاق يبقى السلام هو عمود تنشئة اولادنا انا شايف ان احنا لازم نقول ان احنا لو ربناش اولادنا على السلام احنا بنخنهم دي خيانة للطفولة خيانة لبناء الاولاد ده واحد بيغش في مونة بناء الانسان الانسان اللي فاقد للسلام هو فيه غش في بنائه ولذلك اذا حاولنا نبني الانسان بناء صح متزن فلابد ان احنا ما يبقاش فيه غش في هذا البناء فلابد يكون بالاساس وضعين السلام ليه طيب لان السلام هو اوسع ابواب ابواب السلامة والعافية النفسية والسمود النفسي والاتزان هو النعمة اللي بتجمع الاصدقاء بينهم وبين بعض لما حد يحس ان كل واحد بالنسبة للتاني سلام فصديقه يبقى هو سلامه فالسلام هو قاعدة كل العلاقات الانسانية تطلع صداقة تطلع زوجية تطلع ابوة تطلع امومة كلها لازم يبقى فيها سلام احنا بنحب بنحب نبقى مع بعض ليه عشان احس ان انا في سلام معك مش مهدد ساعة ما الواحد بيبقى يحس ان العلاقة دي مهددة بتتحول العلاقة الى علاقة خطرة ثم الى علاقة مسمومة يبقى يبقى السلام بيزود حافز الانسان كمان للطموح والسعي والتقدم والتنمية والعيش الرغض في الحياة فالسلام بيمهد لانتاج التنمية ويعزز الابداع في الانسان مش ممكن تلاقي واحد عايش في خوف وفي رعب وبيكتهد وبيبدع وبيبتكر وعشان عكده احنا بنمارس عوائق كتيرة مع اولادنا بتمنع وصول قيمة السلام بالنسبة لهم لازم نتخلص منها عشان نقدر نوصل لهم قيمة السلام فالتربية مثلا ان احنا كثير من الناس والله الناس يبدو ان هم مش قصدين بس ده اللي حصل بسبب التدين المتوحش ان الرب اولادنا على وهم اسم وهم الاله المتربص زي مثلا من رب اولادنا على ان ربنا سبحانه وتعالى اي زنبع يعمله احتمال كبير ما يلحقش يرجع منه وما يلحقش يتوب منه او حتى لو عمل الزنب دوت واكتهد وبعدين رجع الى الله احتمال ما يلاقيش مكانه في ساحة مولاه فلذلك لابد ان هو يجري ويعرف ان ربنا ممكن انت لو عملت الزنب ده ينزل عليك البلوة فالولد حاسس طول الوقت طب وربنا انت بتقولوا ان ربنا بيحب الاطفال طب بتقولوا ان ربنا كده يعني مستنينا على الوحدة ليه ليه ما بتقول لناش ان ربنا الله لطيف بعباده ليه ما بتقولوش لاولادكم ان الله سبحانه وتعالى جميل وان يحب الجمال ليه ما بتقولوش لاولادكم ان من اسم الله السلام اللي وعي يساعدك على ان قلبك سليم طب وليه طول الوقت احنا بنحس ان ربنا منتزن ان احنا نخطئ عشان يزهر قوته ويزهر سطوته فالوقت لما بيروح يصلي بيصلي وهو مرعوب بيصري وهو مرعوب واللي بيشوفه ان هو بيشوف النار مش بيشوف ربنا لان انت ما كلمتوش على ان الصلاة صلة بين العبد وربي وربنا جميل فانت لما تدخل الصلاة خليك جميل فيطلع من الصلاة وهو جميل وما تتسرعش وتقول لي ما انا لو علمته ده هيطلع للواقع والواقع بشع فلازم اتعال اه فاحنا بنحاول نخلي اولادنا عبارة عن وحوش عشان يتعاملوا مع التوحش لا طبعا احنا العامان خلينا اولادنا وحوش مش هيلتهموا غل انفسهم ومش هانتقهم غير من انفسهم وما ناس جنة وهم بيكلمونا عن الحاد وبيكلمونا كمان عن الاترابات النفسية وهم ماشيين من ساعة ما تربوا على وهم الاله المتربس وياللي حاصل فهو بيقول لي ليه ربنا بيعمل معيا كده ليه هو كل حاجة عايز ياخدها مني وليه بيحسبني بهذه الطريقة ومعلموش الاولاد انهم يحسوا بنعمة ربنا او التربية كمان ممكن يربوه كمان على الاوهام تانية زي مثلا الاوهام دي بتعملوا بيها خصبة جدا جدا عشان تتغلغل فيه الافكار المتطرفة وكمان اولادنا المفروض كانوا لازم يشوفوا ان دايما وحنا بندعي اللهم انت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والاكرام لازم يشوفونا وحنا بنسلم